عقد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين لمحدود الدخل وقال مدبولي إن الاجتماع يأتي لمتابعة توفير التمويل اللازم لاستكمل تنفيذ الوحدات السكنية في إطار هذه المبادرة سعيا لسرعة تسليمها لمستحقها وأكد مدبولي ضرورة الاهتمام بمتابعة الوحدات السكنية في سكن كل المصريين بعد تسليمها من حيث توفر الخدمات وتنفيذ الصيانة وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تخصيص وحدات المرحلة الأولى المنفذة لصالح الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية بمدينة بدرة وكذا الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية كما شهد الاجتماع استعراض التيسيرات والمحفزات للموظفين الراغبين في الحصول على الوحدة السكنية بالحي السكني بالعاصمة الإدارية ترجمة نانسي قنقر